وكانت مراكز الاقتراع في الانتخابات النيابية والبلدية قد فتحت أبوابها صباح اليوم لاستقبال الناخبين من جميع محافظات مملكة البحرين هذا وكشف رؤساء مراكز الاقتراع قبل البدء بعملية التصويت عن صناديق التصويت أمام المراقبين ووسائل الإعلام للتأكيد على خلوها وشهدت مراكز الاقتراع العامة والفرعية المنتشرة في محافظات المملكة المختلفة إقبالا كبيرا من جانب الناخبين البحرينيين للمشاركة في الاستحقاق الانتخابي وسيختار الناخبون البحرينيون من بين 507 مترشحين 40 نائبا لتمثيلهم في مجلس النواب و30 عضوا للمجالس البلدية فيما يبلغ مجموع ما يحق لهم التصويت 34713 ناخبا